اهلا بكم مرة تانية عودة لعشر صبح في الاهلي طبعا كل اجهزة الجسم الحيوية كلها سبحان الله كلها اهم من بعض ولكن في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بصفة خاصة ومع انتشار كورونا واميكرون والمتحورات اللي كل يوم والتاني بنسمع عنها خبر جديد يعني ده بيخلي ان الجهاز المناعة اهمية استثنائية في هذا الوقت وفي هذا الزمن عايزين نتعرف اكتر من خلال فقرتنا دي على الجهاز المناعة هو ايه بيشتغل ازاي ازاي نقوي ايه الفيتامينز اللي بيحتاجها الجسم عشان يحافظ على مناعة قوية كل ده ويمكن اكتر كمان من كده شوية هنتكلم فيه مع دكتورة دين ابو سعود المدير او المسؤول الطبي لمؤسسة او لشركة بايو ناتشرلز اللي بنورانا في حلقة النهاردة صباح الكل عليك صباح الخير يا كريم الحمد لله كله حل طبعا الجهاز المناعة مهم في كل زمان ومكان ولكن في اليوم اللي احنا فيهم دول اكيد الاهمية بتزيد نعمل ايه عشان تكون مناعتنا قوية وبالمناسبة ايه الاعراض اللي لو ظهرت علينا نستشعر ونفهم ان احنا عندنا مشكلة هنا في المناعة جهاز المناعة مهم جدا جدا لانه هو الجهاز اللي ربنا خلقه الدفاع او الخط الدفاع الاول لأي فيروس ومش بس الفيروس والبكتيريا وحتى الخلايا السرطانية مهمة قوي احنا نعرف ندعم منعتنا لأي حاجة مش بس لكورونا احنا ندعم منعتنا لأي نزلات برد تانية ندعم منعتنا لأي اكل مش صحي بناكله او اكل فيه بكتيريا لازم طول الوقت منعتنا تبقى قوية ازاي نقدر نقوي منعتنا بحاجات كتيرة جدا يعني اولا الرياضة مهمة جدا شرب الميا مهمة النوم بالليل يعني النوم التمان ساعات يبقى ليليا عشان ده اللي بينتجلي خلايا دم بيضة الاكل الصحي مهم جدا كل الحاجات وعدم الاكثار او الافراط الشديد في الانتيبيوتكس انتيبيوتكس مهمة لكن بتبقى الدكتور اللي بيكتبه بنمشي عليه احيانا كتير بتلاقي ناس لو عملت كده بس يلا مضادة حيوي لان الاكثار منها مش حلو الاكثار من المسكنات عمال على بطال كل الحاجات دي بتقصر عشان كده الانتيبيوتكس والمسكنات في دول الغرب منفعش تاخديها كده مع نفسك لازم معاك روشتة من الطبيب لازم الدكتور هو اللي يكتب لي على طب احنا ليه عندنا الثقافة دي مغلوطة للدرجات دي من زمان يعني احنا بنصرف لبعض حتى على سبيل النصحة يعني لا اخد الاسم الفلاني عشان انا جربت وعمل معاك شغل زيتون ايه اللي احنا بنعمله في نفسنا ده طبعا المضادات الحيوية مهمة جدا جدا لكن لما تبقى الاعراض اللي تستدعي للمضادات الحرارة العالية جدا التعب الشديد قوي الكحل يعني حاجات لكن مش بسها صحية منهم مكسلة او حاسن يتعبانة فخيف او حتى ياخد مضادة الحيوية كوقاية لا فلازم الثقافة دي تتغير وثقافة الكل يوم عشر مسكنات دي تتغير برضو المسكنات للضرورة ده مهم وكثرة طبعا السكريات كل الحاجات دي اول ما ناخد سكر كتير ده بيهدلي المناعة تماما فنحد من كثرة السكريات والمشروبات الغازية نشربها بالمعقول عشان الفيتامينات والمعادل مهمة جدا طيب لو حصل لي ايه افهم اننا عندي مشكلة في المناعة لو حصل لي اكيد ممكن مشكلة في جهاز الهضمي لو عندي اي مشاكل في الجهاز الهضمي ده ممكن ده يقدي الى خلل في المناعة فعلا اه طبعا لان الميكروبات احس ان ده كان يعني فكر انك من نسبه لنا بعيد شوية هي المعدة والامعاء مهمين جدا لان اولا فيهم الميكروبات يعني يمكن جهاز المناعة فيه خلايا الليكوسايتس اللي هي خلايا الدم البيضة دي الخلايا المناعية بتشتغل معه مع الميكروبيون الميكروبيون دي البكتيريا النفعة لموجودة في الانتستين او في الامعاء فلازم نعكي وهي موجودة رباني دي موجودة رباني دي مهمة جدا لان بتموت لي البكتيريا الضارة و بتكمل تفتيت الاكل لان الاكل مش المفروض ان هو يعني البروتين لازم يتفتت و ناخد الاحماض الامنية يدخل الدم مش المفروض للبروتين نفسه هو ليخش الدم ده يعمل لي خلل في المناعة يعمل لي امراض منعية لان البروتين لو داخل الدم هيجي الخلايا الدم البيضة تروح تهاجم الاكل أنا عايزة خلايا الدم البيضة تفضل البصيلة بتاعتها سليمة ربنا خليقها تهاجم الفيروس الزباكتيريا ميش تهاجم أكل أو يبتدي بقى يحصل خلل تهاجم العضم وتعمل لي ارتهاب مفاصل ميموتودي تهاجم الغودة الدرقية تهاجم البنكرياس تعمل سكر نوع أول تهاجم خلايا الشعر وتعمل ألوبيشيا وتوقع الشعر لازم نعتني جدا بجهازنا الهضمي عشان ما يحصلش بس خلل في المناعة أن المناعة خلاص هي معمولة تهاجم الفيروس طيب إيه أهم المعادن والفيتامين اللي لازم نبقى دايما بنحصل عليها باستمرار عشان ندعم المناعة بتاعتنا من أهم الفيتامينات والمعادن اللي موجودة عشان أدعم مناعتي فيتامين سي من أهم الفيتامين أو أهم فيتامين لدعم مش من أهم أهم فيتامين لدعم المناعة فيتامين سي ده رقم واحد عشان كده إيه؟ موضوع إيه أول ما يجل بقى تلاقي مثلا الأمة الولد جاله برد بتشربه على طوت برطقان على فكرة الكريز فيه فيتامين سي أكثر من برطقان الطوت فيه فيتامين الكيوي فيه فيتامين سي أكثر من برطقان والشمس فيها فيتامين سي آه طبعا وفيتامين ده بس في توقيتات معينة بتاعي دكتورة مش يعني فيه أوقات معينة الجسم بيمطص فيها الشمس بنأخد منه فيتامين ده الفيتامين ده الأكيد مهم للمناعة لكن التعرض للشمس من غير سانسكرين يعني ممكن أتعرض للشمس بس أحط السانسكرين على وشي وآخد سابلمنت في فيتامين إي وفيتامين سي لأنه الاتنين دول بيمتصوا أشعة الشمس أنا تقريبا تلقبط أنا كنت فاهم أن أشعة الشمس فيها فيتامين سي مش دي لا فيتامين دي وفيتامين دي مهمة جدا 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 للمناعة طبعا طبعا وبذلك في حالات البرد كمان دايما وده برضو موروث اجتماعي كده من الأمهات والجدات بتوعزمان برضو ما يكون الولد الصغير عنده دور برد بيكونوا حريصين جدا أنه هو يتعرض لأشعة الشمس في توقيتات معينة والمدة معينة صح لأن فيتامين دي مهم جدا فيتامين سي المفروض أن إحنا فيتامين سي لو هتكلم عنه المفروض أن يبقى ما ناخدش قال من وان جرام وان جرام إيه دينا ده كثير لا هو وان جرام حلو جدا وده موجود بقى في ألف مالتي فيد نص عشان أدي برضو قابليا أن الناس تأكل أكل صحي فدي حاجة مهمة المعدن المهم للمناعة جدا اثنين زينك ونحاس الكابر الزينك مهم جدا للمناعة مهم جدا للليكوسايتس في ايه بيعمل ايه بيدعم الليكوسايتس بيدعم المناعة بتاعتي بيدعم خلايا الدم البيضاء بيدعم جدا المعدة قلت أن المناعة خلايا دم بيدا والميكرو بيون الحمض المعدة بيحب جدا بيحب جدا الزينك وبيشتغل بكفاءة مع الزينك عشان لو البكتيريا أكلناها في أكل مش نظيف الميكرو بيون يشتغل كويس الكابر مهم الزينك ما يشتغلش من غير كابر فلازم يبقى الزينك على طول كومبليكس اسمه زينك كومبليكس أو كيليتس زينك لازم يبقى معاك كابر يسنده يشغله بمناسبة المعدة والكلام عن المعدة هل لو أنا باخد كل يوم لأن أنا عارف منك من أعدات سابقة يعني أو فقرات سابقة أن ألف مالتي بيت بيتاخد حباية كل يوم بعد الفطار ممكن يعني طبعا هل ده ممكن يأثر بأي شكل من الأشكال على جدار المعدة الناس اللي عندها مشاكل في جدار المعدة التهابات عسر هضم في حقيقة قرحة طبعا مشاكل المعدة كتيرة وعلى طول بقول أي حد يحس بأي حاجة يجري على دكتور الجهاز الهضمي ما يستناش يوم يوم لو ما ياخدش أدوية حمودة من نفسه هو ما يعرفش هو التعب المعدة عندي حمودة عالية عندي حمودة وطية وممكن يفتي ما فيش فتي في الطب ما تاخدش حاجة للمعدة غير الدكتور اللي يوجهك على طبعا ده احنا طول عمرنا مليون مليون نفسنا حياتنا فتي في طبعا أنا أنصح بدا جدا أقولك بنصرف لبعض أدوية وننصح بعض بروشتاتك والله العزيز حاجة عندي بدي يعني بنحاول إن احنا نكتهد بس ده مش صحي يعني لازم كل الأدويات تتاخد مع الدكتور طبعا قلبي مولتي فيت هو مش علاج لأي حاجة خالص هو داعم وما بيأصرش على المعدة هو بالعكس المعدة هتحبه جدا لأن زي ما أنا قلت زينك مهم جدا للمعدة فمعنديش أي مشكلة أنه يتاخد لو عندي مشاكل في الكهاز الهضمي همشي على رشدة الدكتور والأدوية الدكتور بيكتبها وياخد ألب مولتي فيت أرس واحد بعد الفطار بعد الفطار عشان أدعم لو أنا عايزة منعتي تقوى نزلة خارجة هتعرض لأي مشكلة يبقى الدنيا تمام معي وتقطي تمام طبعا دي تركيز على الشاشة دي تركيز ألب مولتي فيت بكل الفيتامينات أنا النهاردة بخص أكيد فيتامين سي وبخص الزينك وبخص الكابر معي في المناع لكن أكيد عندي كمان فيتامين بي كومبلكس بكل أنواع وعندي كالسيوم داخل ألب مولتي فيت أكيد لازم أقول أن ألب مولتي فيت واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء فدي حاجة مهمة وأمنة جدا أن أنا أخد مكمل غذائي ببلعه مرخص وأكيد موجود في جميع السيدليات وياريت اللي بتفرجوا علينا يعملوا سكرين شوت على شكل العلبة عشان يمكن عميل بعكلي أو كذا عميل بعكلي أنه راح السيدالية الفلانية فلقى لسه خلصان أو لسه ما وردنا لوش القلب مولتي فيت فبيطلع بديل ما عندناش بدائل إطلاقا لأن قلب مولتي فيت مختلف تماما عن أي مولتي فيت موجود في إيه أنه داعم للأكسادة عندي فيتامين سي وعندي فيتامين إي داعم للطاقة عندي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه من وان وثو وثري وفايف وسكس وسبن وناين وثوالف القوة الأمين مهمة جدا عندي الكالسيوم داعم للعضم عندي الزينك والنحاس وفايتامين سي داعمين للمناعة فالحقيقة أنا شاف فيه اختلاف بينه وبين المكاملات الغذائية الأخرى فأنا ما عنديش بديل فده مهم أن أنا أعمل سكين شوت ونقول السيدالي هو دا قلب مولتي فيت ومش عايزين بديلي طيب نرجع مرة تانية للمناعة هل البني آدم مننا بيتولد بمناعة قوية وبتستمر معاه طول حياته بنفس القوة ولا مع التقدم في العمر المناعة بتقل أو مع السلوكيات والعادات الغذائية والحياتية الخاطئة المناعة بتقل كله مكمل بعضه ازاي كله يعني السلوكيات الخاطئة أكيد حتى لو أنا منعتي قوية ههدها يعني زي ما أنا قلت السلوكيات التدخين بأصل على المناعة السكريات اليوم المقلوب وعادة تفعة النوم القليلة فطبيعي حتى لو منعتي كويسة وأنا عملت السلوكيات دي أكيد هؤثر على المناعة بتاعتي أمراض المناعية دي بقى حاجة مقتسبة أو حاجة أمراض بتبقى فيها خلل في المناعة دي بيحتاجة دكاترة المناعة طبعا التقدم في السن ممكن يأثر على الجهاز المناعي لأن المعدة والجهاز العظمي أو الجهاز الهضمي مش بنفس الكفاءة وإحنا شباب فامتصاص المعادن ما بيبقاش قد كده فأكيد بنلجأ لمكملات غذائية تدي دعم للفيتامينز والمعادن فهي كلها حلقة واحدة وكلها متوصلة ببعضها طيب برضو خلينا يعني نركز مرة تانية على كيفية ومعدل الاستخدام احنا بنتكلم على حباية واحدة كل يوم بعد الفطار يفضل أن هي تتاخذ في النهار عشان الجزء التنشيطي نستفيد فيه وإحنا في أشغن أو في حياتنا مهم ده جدا أن هي حباية في اليوم لأنه ده لايف ستايل هو مش علاج لأي حاجة هو داعم فقط فقط لو لأن مثلا حد يقول دكتور دينا عضم لما أس الكالسيوم أو أس العضم أو وتأفر لأ الكسافة العضلة ده احنا هنروح لدكتور لأنه بيدي سبليمينز فيها تركيز عالية جدا لمدة شهر شهرين وتأفر الدكتور بيقول ايه وبعد كده نمشي على ألب مالتي فيت لايف تايم فدي مهم أن ألب مالتي فيت هو قرص واحد تركيزات ومعقولة جدا قادر أخذها يوميا أن التركيزات يعني هي حتى أقل سنة من التركيزات اللي هنحن محتاجينها يوميا بس الفرقة إذا نعوضه بقى بالأكل السليم أو الأكل الصحي بالضبط بالضبط طيب أنا عايز بقى يعني برضو أقولك على شوية أسئلة جتلة من المشاهدين إسراء مجدي بتصبح علينا وبتقولك أنت عايزة أعرف هل ألب مالتي فيت ينفع والدي ياخده وهو عنده 83 سنة وعنده سكر وضغط وإيه جرعة المناسبة ليه ربنا نديره طبعا الصحة مهم جدا اللي طبعا مكمل غذائي زي ألب مالتي فيت كداعم للصحة لا يتعرض مع أي دواء هو بياخده من أدوية السكر ولا يتعرض مع أي دواء لو عنده ضغط كمان هو بالعكس هو داعم جدا وقردي فيتامين إي ضد الالتهاب لو ومضاد للأكسادة يعني لو عنده مثلا الكوليسترول عالي بيمشي على أدوية الكوليسترول بلس أن فيتامين إي حلو أنه بيعمل على عدم أكسادة الدون الضرة ويزيد عنده الكوليسترول قوي بنمشي على أدوية الضغط وأدوية السيولة وأدوية الكوليسترول وبأخد قلب مالتي فيت معايا بيقول كنت عايز أعرف هل المدومة على ألف مالتي فيت ممكن تسبب أي زيادة في الوزن دا لو طلع كده دا أنا حواصب عليه لسه بتقول شوفك قبل الهو أنا بيقول إيه لو كده حواصب عليه وأخد كل يوم أربع حبات مش حباها لا أنا أشوف لك حاجة تانية غير ألف مالتي فيت بقى الحقيقي دي عاوز يدخل ألف مالتي فيت لا ما بيش بيتخن للأسف يعني المدومة عليه مش حتسبب أين زيادة في الوزن دا بعلي الأيد بعلي التمثيل الغذائي وبيحول الأكل للطاقة لا ما بيتخنيش خالص انت هتبقى عايز حاجة تانية هبقى أشوف لك بقى دا العايز معجزة لا بس أنا أنا مع دا أنا بحب الرفيائي لا هو طول ما انت رفيع كده 5-6 كيلو كده الكاميرا بتحب الرفيائي يزبطوا الدنيا يزبطوا الدنيا ويتوزعوا كده المساحة الشاسعة التي شايفها يعبروا شو أكل كويس دا مشكلة دا مشكلة حتة الشهية وأعتقد دي ناس كتير ممكن برضو عندهم يعني نفس المشكلة دي والتدخين طبعا شيء تعييس يعني شيء تعييس بالمناسبة هل في برضو هارجع للسلوكيات والعادات والتفضيلات الخطئة اللي عند كتير مننا كمصريين هل في أكلات معينة مدمرة لجهاز المناعة وإحنا بنخبل عليها بنهم وإحنا مش عارفين حاجة بخطورتها في أكلات بتأثر طبعا أي الزيوت الصفرة مهدرجة والحاجات دي طبعا لا أنصح بيها يعني كفاية مرة في الأسبوع أنا بشوف أمهات لعيالهم يعني بيستسهلوا بقى محمر محمر هم أصلا بيحبوا الحاجات دي يعني المصعب لا أكل خضار كل سودي لا فدي طبعا نحاول الحد منها السويتس بتشوف أم مثلا ده أنا شفتها مع أختي مع بنتها من خش السوبر ماركت بتشتري الجلي اللي مش عارفة إيه مش عايزة أقول الأسماء كمية حلوية ده هيخلص في سنتين ولا هيخلص في يوم عشان أنا بدأت مش قادرة تتعبق كده في وجودك وقدامك قدامي أنتي بإذن ما يتراملش بعكك كده أنا برحت يا دين قدت لها بنتك حرام لأ يعني لازم يبقى فيه وعي كده بالمناسبة برضو خلينا ننور الحتة دي للناس لأولياء الأمور والأهالي اللي بتابعونا لأن كتير جدا منهم فعلا بيستسهلوا حتى في اللانش بوكس اللي بيدول لولادهم هما رحيين المدارس لكتير من الأحيان والحوم المصنعة اللحوم المصنعة خطر في إيه بقى الموضوع ده كلها مواد حفظة وكلها حاجات يعني بس منحاول إن احنا نقلل شوي يعني نقلل مش صعب نحنا نمتعن على رأي كدهنا ده احنا متحوطين بمواد حفظة والمواد اللي هي بتلون طبعا والألوان المصطنعة احنا زي عارفين منحاول بقى إن احنا ناخد فيتامينز نعوض فيتامينز فيها انتي اوكسيدانز مالتي فيتامين فيه فيتامين إي لأن فيتامين إي مهم جدا كدا كمضاد أكساد إحنا بناكل وبيحصل أكسادة نحاول نحن ندعم بمضاد أكسادة من أهم مضادات الأكسادة في الحالة دي فيتامين إي و سي إي رقم واحد كمضاد الأكسادة سي رقم اثنين كمضاد أكسادة وقال بمالتي فيت بنصح بأكيد لأنه هو فيه الاتنين الحقيقة طيب سؤال عكسي بقى عايزة أسألهولك احنا كلمنا من شوية عن الأكلات اللي من شأنها هن هي تدمر جهاز المناعة هل العكس موجود هل في أكلات معينة بجد بالدعم جهاز المناعة بصفة خاصة الجهاز ده طبعا الخضار كله يعني الخضار السلطات كلها ألياف وفيتامينات المكسرات مهمة جدا المكسرات مهمة جدا المكسرات موز وكاجو خزق وغندق بس ما نقولش كيلو ونقول مهم يعني في اليوم ده دعم للطاقة جامد جدا في اليوم اثنين كاجو على اثنين لوز حلوين جدا السمن مش السموكت اللي هو المكبوخ السمك السالمون هايل كدهون صحية ودعم للأوميجا ودعم الياضين بيهتموا دائما بأكلوا بعد الجيم جدا اللحوم الدواجن مهمة صدور الفراخ تحديدا طبعا الدواجن مهمة جدا لأن فيها فيتامينز ومينرالز اللحوم مهمة عندك لأن اللحوم فيها الحديد احنا محتاجين حديد السبانخ المشرو مهمة جدا المشرو مهمة جدا فيه كالسيوم فيه حاجات كثيرة احنا بالمناسبة المعادن والفيتامينز الموجودة في الاكل يعني لو احنا مثلا انا هقولك اي ارقام كده بس عشان اقرب وجهة النظر انا مش فاهم طبعا بس لو افترضنا ان مثلا المالتي فيتامين الفلاني سواء ألت مالتي بيت أو غيره مثلا مثلا فيتامين كذا اللي فيه نسبته اكل صحي ولا مهما اكلت هحتاج لدعم من المالتي فيتامين أو المكمل الغذائي احنا ممكن نعمل تحليل فيتامينز يعني كل الفيتامينز ليها تحليل اعتقد معادة الماغنيسيوم لان الماغنيسيوم بيبقى واحد في المية بس في الدم الباقي ببقى في الانسجة والعضلات لكن كل الفيتامينز ليها تحليل لكن انا على طول بقول لو اي حد بتفرج علينا عمل تحليلات طبيعي طبيعي وانا منهم بتلاقي نقص فيتامينز كثيرة جدا مهما حاولت تاكل اكل صحي بتلاقي نقص فالفيتامينز او المالتي المكملات الغذائية او مالتي فيتامين تركيزه عالية جدا في فيتامين معين ده بيبقى يعني بيبقى مع الدكتور انه بيدي له التركيز العالية قوي 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 دي لانه محتاجها جدا شهر شهرين زي ما الدكتور بيقول وبعد كده لازم يكمل على فيتامينات تركيزها معقولة كلايف ستايل ومش مضرة وهتدعم لصحتي ومنعتي وهتدعم لطقتي وصحة بشريتي وشعري للستات كمان نقدر ندعم صحة بشريتي ومشعرهم بالمكملات الغذائية اللي تركيزها تنفع ان انا امشي بيها لايف ستايل جميل سعداء كالعادة لوجودك معنا نورتينا وقفتتينا وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله يا كريم مرسي شكرك يا دينا ونشكر كل حضراتكم على متابعاتكم لحلقاتنا ان شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة صبح في الاهلي صباح لك